السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كل سنة وانتوا طيبين النهاردة جايلكم بكل أسرار كحكي العيد كحكي العرايس كحكي عمتا وأسراره كتير النهاردة الفيديو طويل شوية بس ده فيديو تعليمي خبرة عمري كله خبرة السنين كلها من أول ما بدأت أعمل كحكي بإيدي من أول جوازي كحكي ده أكمل وأطعم من كحكي المحلات حاجة كده جمعة بين البيتي والبلدي والجهز كحكي أتحدى أي حد يعرف يعمله بالطريقة دي لو جربت الطريقة دي ممتاز ما فيهوش غلطة أنا كل سنة لازم حبيبي وصحابي واخواتي يتسلوا بيا قبل العيد قولي لنا طريقة الكحك قولي لنا طريقة البسكوت قولي لنا طريقة البتيفور أنا كان المفروضة نزل الفيديو بدري شوية بس الموبايل كان فيه مشكلة الحمد لله اتحلت عشان بسجل منه قول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة تحمري سمسم أبيض لو أنت هتعملي كمية اللي أنا عامليها هقولك بالضبط عاملة قد دقيق دلوقتي بحمص نص كيلو سمسم لإني هعمل أربعة كيلو دقيق أنا وبنطي بنتي متجوزة هتعمل اتنين كيلو وأنا هعمل اتنين كيلو لو أنت عايزة مقدار كيلو هقولك مقدار كيلو لو أنت هتعملي كيلو يبقى تحطي ميت جرام سمسم ويستحسن أبيض هتحمصيه على نار هدية يدوب ياخد لون كارماني كده أيوة اللون ده تروح طافية إحنا هنحط ملبن جبنا كيلو ملبن على الأربعة كيلو لو أنت هتعملي كيلو يبقى هتجيبي ربع ملبن وحطينا حوالي ربع زبدة صفرة فرن عليه وحطيت ربع كيلو سمسم محمص على كيلو الملبن وبعدين نزلت بربع كيلو سوداني محمص حلو مش مملح تعالي حلويات أنا بصراحة يعني اختصرت يعني هول مفروض تحطي عن جمل تحطي مكسرات بس كل واحد بقى وإمكانياته وإحنا بنحب الفول السوداني جدا فحبيت أهطه بص الخطوات كده واحدة واحدة أنا معاقلين مسترع على الفيديو بس بتكلم ببط عشان أفعهمك كويس جدا الخطوات أول حاجة زي ما انت شفت حمص السمسم سبته يهدى وبعدين بنخل الدقيق لو انت هتنخل الكيلو الدقيق تحطي عليه زرة ملح تمام كده وبعدين تحطي مع علاقة سكر كبيرة أنا حطيت سكر بودرة كوباية قال لربعة كيلو تحطي انت فنجان فنجان سكر بودرة كبير ده ريحة كحك الكيلو بتحطي عليه معلقة صغيرة من بتاعة الشاي معلقة الشاي خلي بالك من الكلام مش معلقة كبيرة أنا حطى معلقة كبيرة معلقتين كبار لاني عامل أربعة كيلو انت هتحطي معلقة صغيرة على الكيلو لو كترتها مرر ده كريم شونتي خلي بالك من أسرار المحلات دي هبتخرجش لأي حد كريم شونتي بيدي إيه بقى؟ بيدي تماسك يعني الكحكة تبقى متماسكة مهما كانت دايبة ونعمة لبن بودر تحطي لبن بودر حلو عشان فيه منه مالح بتاع المعجنات أنا جبت على أربعة كيلو بالزبط مية جرام كريم شونتي برضو مية جرام تحطي على كل كيلو دي معلقة واحدة نشا عشان يبقى ناعم وفي نفس الوقت بيقتم معاك كده وانت بتكليه كحكاية تبقى متماسكة تشيلها من مكان لمكان ما تتفتفتش الكحك الناعم قوي بيبقى عامل كأنك بتصفت بيبقى عامل كأنك يعني عبارة عن شوية سمنة وشوية دي بس احنا عايزين ومفقش في نفس الوقت دايب دوابان كحكة دايب قوي اللي ما بتحطولش المكونات دي بيحصل ايه بقى؟ بتيجي تشيل الكحكة بتتفتفت منك ما بيفضلش للمالبر الحشوة أو العجوة السمسم بقى حطينا ربع كيلو على الملبن لو انت هتعملي الكمية بتاعتي وربع كيلو التاني على الدين بعد ما حطيت لبان بودر كريم شانتي ريحة كحك زرة ملح كباية سكر بودرة لو انت هتعملي كيلو معلقة فنجان صغير سكر بودرة وهتحطي كباية سمسم أو خمسين جرام سمسم ومعلقتين كريم شانتي ومعلقتين لبان بودرة أنا هحط على كل كيلو باكو خميرة فوري هفضيهم في طبق أو علبة بلاستيك وهنزل عليهم ده تاني كيس ودي تلت كيس ودي رابع كيس هنزل عليهم بكباية ميا فترة وكباية سكر خشن لازم اختبر الخميرة اصلا اصلا انا مكلفة كحك مش معقول بعد ما تكلفت كحك تطلع الخميرة اللي بايزة لا احنا هنختبرها انت لو هتعملي كيلو حطي معلقة سكر كبيرة وهتحطي باكو الخميرة وفنجان بردو ميا اقول لك اسهل حاجة كيلو دقيق بتحطي له كباية واحدة ميا بعد ما تحطي الخميرة تمام حطيتي نصها مع الخميرة تحطي نصها مع الدقيق ولعت على نص مقدار السمنة على النار اقضح تعرفي ازاي ان السمنة اتقضحت ترش رش الدقيق لما تفور تعرفي ان الدقيق اتقضح كل شوية بجرب وبوريك كده خلاص الدقيق بيفور اول لما حطه اروح نزلة بالسمنة على الدقيق والسمسم بصي تشش بص المنظر السمسم كده بيغلي ودي ايه كده مهما قاعد الكحكة عندك بالسنة ما يجرلوش حاجة هعمل ايه بقى هحط نص مقدار السمنة على البارد هضيفه في الحلة اللي كان فيها السمنة المقدوحة السمنة دي بقى انا اضحاها قبلها بيوم وصبتها تبرد كانت زبدة فرن على سمنة روابي وصفتها وحطتها في القلبة والنهارده نزلتها على الحلة وهي سخنة بعد ما قدحت الكيلو التاني كيلو الدقيق بتحطيله لو عايزنا عيم قوي ستمائة جرام سمنة يعني كده بالمعيار كده وبالبلدي تحطي على كيلو الدقيق نصف كيلو سمنة ومعلقة مليانة سمنة نشفة متمسكة من السايحة لو انت ما عنديكيش ميزان مطبخ يعني كيلو الدقيق بتحطيله ستمائة جرام انا دلوقتي حطيت الاتنين كيلو بالزبط هحط بقى الربعمية جرام لان انا عمل اربعة كيلو وكل كيلو ليمية جرام زيادة لو انا عايزة ناعم هضفهم امتى بقى هضفهم في الاخر اخر حاجة خالص قبل ما حط الخميرة او بعد ما حط الخميرة اخر مرحلة بحطهم سمنة بلدي بقى لو انت عندك بلدي لو انت عندك علب فرن نيوزلندي اللي رايحك بتدي ريحة بقى جميلة جدا بتدي تستعالي بتخلي ريحتك كحكهية سمنة بلدي وبتبقى الريحة مفحفحة وقلب الدنيا واحنا بنعمل دلوقتي مفحفحة واحنا بنبس وكده مفحفحة وقلب الدنيا السمس المهمس والسمنة نصطها مقدوح ونصطها على البارد خلي بالك لما بتحط السمنة من العلبة على طول على البارد من غير ما تقدحيها قبلها بيوم او قبلها بكم ساعة وتجمديها بتبقى حمية على الصدر بتحس كده بحرقان وحمودة بعد ما تكلك كحكاية اي حاجة هتعمليها كحك بتفور اداحي الاول السمنة قبلها وتسيبيها تبرد وبعدين تستعمليها الطريقة دي متجربة ومشي عليها بقى لسنين اهم حاجة بقى في الكحك اهم زي المقادير ايه يعني خمسين في المية من نجاح الكحك انك تحط المقادير مظبوطة والخمسين في المية التانين انك تبسي الكحك كويس وتفضلي تدعك الكحك كده تبسي تبسي يعني ايه يعني احنا حطينا سمنة بس والمكونات الجافة تفضلي تدعك كده في ايدك تجيب كمية من السمنة والضيق والسمسم والمكونات اللي حطيناها على ايدك دي وتدعك بايدك دي السمنة والضيق كده ببسهم افضل اعمل الحكاية دي كتير طبعا كانت السمنة سخنة شوية فقلبت بمعالق خشب دلوقتي بقى تفضلي تبسي كل شوية بغاية لما تحس انها عملت زي الكريمة في ايدك اول ما تحس ان هي بقت كريمة تبدأي بقى ايه تفهمي ان كده بدأت تنعم وهيبقى ناعم والكحك يبقى يعني ممتاز تبقى متأكدا من نجاحه ان شاء الله وكل حاجة طبعا بإذن ربنا انا خبسته في فرن البوتاجيس طبعا بيستخاني الفرن الاول عشان الكحكة تبقى مقلية قلي كده ولونها كهراموني من الوش والقعر تبقى لونها بيش كده دهبي من النحيتين تفضل تبس كده الكحك انا زي ما قلتلك خلي بالك من النقط اللي قلتلك عليها اللي هي ريحة الكحك لما بتقطري منها بتبقى متمرر العجيم كل كيلو علي معلقة صغيرة كل كيلو دقيق على فكرة ممكن تجيب الدقيق سايب عادي جدا بس تكون عطار وثقة فيه او نوع دقيق كويس وعرفي يعني الشقارة الكبيرة تبقى معروف نوع يعني مثلا البركة لو انت من مصر نوع البركة ده من المكارونات والدقيق بيبقى ممتاز زي ما قلتلك معلقة واحدة صغيرة ريحة كحك كيلو دقيق نحط عليه من خمسمية وخمسين لستمائة ديرام سامنة يعني كده بالمعيار البلدي نص كيلو دقيق ومعلقة كبيرة سامنة مجمدة علشان يبقى ناعم لو انت عايزة ناعم لو انت عايزة خشن شوية حط نص كيلو بس بس هيبقى عامل زي الارايش يبقى كده نروح نجيب كيلو بقسمات ونريح دماغنا احنا عايزين الكحكة دايبة وفي نفس الوقت تقتم معنا ما تبقاش مفتفتة تنقليها من من الطبق لصانية ترشيها سكر تنقليها تعبف كرتونة تحطي في سبت تحطي في اي حاجة لازم تكون مسكة نفسها بص الخميرة الفورية نجحة جدا اتأكدت انها صالحة لاستخدام وان هي طازة وطبعا بيبص في تاريخ الصلاحية بس برضو بنعمل لها الاختبار ده علشان الكحكة بنكلفه مش معقول هنكلف الحاجة وبعد كده نبوزها عشان حاجة بسيطة زي الخميرة حطيت الخميرة عليها كباية مية انا كده متحلية احط اربع كبايات مية كل كيلو دقيق عليه كباية واحدة مية انت لو حطيتي لبن بلدي لبن سايب على الكحك هيطره يبقى عامل زي القرص احنا عايزينه داي يبقى تحطي مية كل ما تزودي مية هينشف معاك وكل ما تقللي مية هيبقى عامل زي دي خيره الامور الوسط انت تحطي على الكيلو دي كباية مية ويا سلام لو حطيتي اقل من كده لو لقيت العجينة مش محتاجة مية كتير ما تحطيش يعني ممكن تحطي الاول على الكيلو نص الكباية مية على الخميرة احتاج التاني حط النص التاني كل ما تقللي المية كل ما كان ناعم انا المفروض احط اربع كبايات على الاربعة كيلو بس انا حطيت كبايتين مية دافين على كباية السكر واربع بواكي الخميرة الفورية كان فاضلي كبايتين حطيت واحدة بس كمان يعني انا وفرت كباية مية من الكمية علشان يطلع ناعم ده هرافي منين بقى انه هو ناعم انت بس تتيل غاية لما بقى زي الكريمة وبعد كده تعملي ايد راحة وإيد جاية ايد راحة وإيد جاية الكحكة ما بيتعجنش احنا مش عايزين يبقى ليه هرق زي القرس ولا العيش احنا عايزينه تقتمي منه تدف في البق والسمسم يفقش كده في بقك والسوداني او اللوز او العنجمل من كاسترات اللي هد فيها ايد راحة وإيد جاية زي ما انت شايفة كده علشان ما يبقاش ليه هرق وكل شوية تعملي تجربة اللي هي ايه بقى تاخدي حط عجينة وتكوريها كده تعمليها زي الكحكة تنقشيها تدوسي عليها كده بمنقاش تعمليها بالمكانة اللي هي يعني العرايس الصغيرة بتشوفيها بتفلق ولا لأ دلوقتي هحط بقى الميت جرام لكل كيلو اللي انا قلتلكو عليهم استنعى اضفهم في الآخر التكات دي خلي بالك منها دي بقى تقدري تقولي مثلا يعني كحكي ستي وستك أمي وأمك كحكي المحلات الكبيرة يعني حتة السمنة اللي تتحط في الآخر دي هي يا ديت طبعا دي ايه دي وقيت بنتي بنتي ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك في ولدها كانت بتساعدني وبتعجنه وأنا كنت بشوف كده كفاية ولا خلاص ولا كده تمام طبعا بقول لها ما تدسيش علي اللي مشان عايزين نعجنه احنا عايزين كحكي ناعم يبقى إيد راحة وإيد جاية بعد البس وتنظفي كده المكان اللي بتعملي فيه أنا عاملاف أروانا سلستين كده بصي نجحت التجربة عملتها كورة وادوس عليها العجينة مش مفلقة مش مفلقة ليه؟ لأن مقدرها مزبوط تبدأي بقى تنقشها بمنقاش تعمليها بالبصامة اللي احنا بنعمل بيها زي الأفران والمحلات تبدأي تعملي النقشة اللي انتش عايزيها طبعا العجينة بنسيبها ترتاح شوية يعني مثلا عشر دقايق ربع ساعة ولو حسيت إن هي بدأت تخمر بتضيع خمرها وانت بتعمليها تاني مش تهجينيها إيد راحة وإيد جاية برضو علشان تكوني حضرتي الصواني الملبن اللي انا عملته طبعا يتشال في الفريزر حوالي ربع ساعة وبعدين كورتوا كده علشان أخد واحدة لكل كحكة علشان أسهل على نفسي إيديك يتبقى في العجين وبعدين تحطيها في الملبن فيبقى العجينة من بره فيها ملبن وتتحروق والملبن ينشف منها في الفرن إحنا هنخلي الملبن جوه كحكة ومش باين منه حاجة علشان ما ينشفش في الفرن إحنا عايزين الملبن سايح جوه كحكاية هو ده الملبن اللي حطيت عليه السمسم والزبدة والسوداني تفضلي مغطية العجينة بقماشة بيضة شان تحفز عليها ما تنشفش ومن الهوى الخمر بتاعها يفضل مزبوط باور ريكي كده بعمل بالعدة بتاعت الكحكة اللي هي بقولوا عليها عروسة في الأرياف وبعدين تاخد الأطراف كده تقفليها علشان الملبن ما يخرجش ولا يسيح وينشف من ننم أنا عجنت الملبن بزبدة مش بسامنة تفرق الزبدة بيبقى فيها نسبة لبن فبتخلي الملبن طري يفضل طري معانا ما ينشفش في الفرن وتدوسي عليها كده بالبصامة ديت اللي هي العروسة ديت علشان النقشة تفضل سبتة طول ما تكحكا نعمة النقشة بتاعتها ما بتروحش الكحكة اللي بتتنفخ والنقشة بتروح منها تعرف إن الكحكة دخش من منظره مجرد معينك تيجي على الكحكاية تلاقي ملهاش معالم تلاقي النقشة رايحة والكحكة منفوخة تعرف إن الكحكة دي نشفة مش تري أنا بوريكي كل الطرق اللي عملت بيها ولما الملبن خلص مني عملت كحك مفطول اللي هو مدور عامل زي السميطة ومنقوش بالمنقش بوريكي بقفل إزاي على الملبن علشان ما ينشفش في الفرن ويفضل طري جوه كحكاية بقولك على جميع الطرق اللي عملت بيها كل الطريقة عملت بيها بوريه لك مش مهم الفيديو طويل شوية بس تصدقيني كحك ناجح مية في المية بإذن الله لو جربت الطريقة مش هتعتمدي ألا هي دي مش هتسلي ألا دي هتعمليها ومش هتسليها يعني هتعمليها على طول يعني هي دي طريقتك اللي هتبقى المفضلة تدوسي عليها كده العجينة والضيعي خمرها لأنها هتخمر في إيديك لأن الخميرة الفورية كانت طازة ونكحة والاختبار تبين إن هو فارد جدا وتأكدت إن الكحك هيخمر في إيدي وأنا بعمله المال بنسهل علي القوار الصغيرة اللي عملتها وتلميها كده كل الأطراف وتقفليها وتعمليها بقى بالبصامة بالمنقاش زي ما أنت عايزة وكل سنة وإنتوا طيبين يا رب ومقت على حد عادة اللي تعود يعمل في البيت ويفحفح ريحة البيت ويفرح ولاده ويفرح أحفاده ويساعدوه هو دوت الفرحة الحقيقية إن أنت ما تقطعيش حاجة تعودت عليها مهما كانت الظروف قال للمندر الروفي لو أنت مش قادرة تعملي كمية للتعمليها كل سنة إن شاء الله تعملي من كل حاجة كيلو وأنا هقولك بإذن الله علم أدير بتاع البسكوت إن شاء الله هنزلها برضو بإذن المولى بالليل وهقولك على الطريقة لكل كيلو قد إيه نشادر وقد إيه سكر وبيت خلينا دلوقتي بقى في الكحك بصي منظره النقشة المنظر كله قد بعده طبعا بتسيبي فراغات شوية بس مش كتير البسكوت اللي بتسيبيله فراغ كتير لإنه حجمه بيت ضعف إنما الكحك بيزيد حاجة بسيطة بس الكحك ما بتحطلهش بكن بودر خلي بالك من نقطة دي الكحك بتحطله خميرة بس لو حطيتي بكن بودر أو كيك شيف هينفش معاكي ويبقى عامل زي البقسمات زي الأرقيش إحنا مش عايزينه من جوه في فراغات إحنا عايزينه يقطب معانا ويدوف البقء يبقى ناعم مهما ناعمت الكحكاية وزودت السمنة وحطتي على كل كيلو معلقة نشا هتقطب معاكي وتحافظ عليها متماسكة في نفس الوقت نعمة وصدقيني حكاية الكريم شانتي دي دي طريقة الشفاة بتاعة المحلات الكبيرة جربيها ومش هتندمي حطي حتى على كل كيلو معلقة كبيرة واللبن البودر بدل اللبن البلدي اللي أنا المفروض أحطه بس لو حطته هيطريه بقى قرس مش كحك فأنا بحط لبن بودر بصي بتقطب معايا ازاي وهوريك النعمية دايبة والله خالص والله كانت جميلة كل سنة وانتو طيبين واللي ما عملتش كحك تعمل بالطريقة بتاعتي صدقيني مش هتندم أقسم بالله بالأمانة والله العظيم دي أنجح طريقة وكل اخواتي وحبايبي بيسألوني ودايما نقول لهم على الطريقة انت عايزة تحشيها عن جمل تحشيها عجمية تحشيها عجوة لو هتحطي عجوة برضو حطي عليها سمسم ومعلاقة زبدة أتمنى أن نكون في التقو النعاردة وأنا أسفى أن الفيديو طول ولو أول مرة تشوفيني دوسي اشتراك وفعل الجرس عالكل عشان يوصلك كل جديد ولو انت بتابعيني حطيلي تعليق ولايك طبعا ما تنسينيش لو عندك بنوتة لازم ما تيجي تتجوز تعمل لها كحك بأديكي جربي في كيلو واكتبيلي في التعليق رأيك إيه أتمنى 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 تجربوها وتكونوا استفدتوا مني النهاردة وربنا يرزقكم ويرزقني وإن شاء الله يجعلوا في مزان حسناتي وحسناتكم ودعوة حلوة لي كده من القلب علشان حبيب قلبي اللي امتبعيني وتعليقاتهم الجميلة اللي بيدعولي والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته